اشتركوا في القناة اسلام نادي مروى الحسيني صباح الخير عليكم يا شباب صباح الخير عليكم يا شباب وصباح الخير على السادة المشاهدين بنرحب بيكم النهاردة في حلقتنا اللي هتكون مليانة موضوعات مهمة وكتيرة جدا تنقل تهموكو ونحب ان احنا نتكلم فيها معاكو هيكون معانا في الفقرة الاولى موضوع يخص الشباب والوظائف وازاي يقدروا يعملوا سيفي كويس وده اللي هنعرفه من خلال ضفنا الاستاذ احمد عبداللطيف صاحب مبادرة سيفي فور كارير اما الفقرة التانية هيكون معانا مروى واسلام بالضبط كده وقام هيكون معانا الفقرة التانية الدكتور مصطفى محمد يوسري استشارة الصحة التغذية العاجية هنعرفون ايه هي مشاكل بتواجه الناس في زيادة الوزن وهنعرف كمان كيفية عاجها بشكل سليم جدا اكيد الموضوعات اللي هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم بتهم فئة كبيرة جدا من الشباب اللي عايز يوصل لحلم وسواء كان حلمه ده وظيفة او وزن مثالي هنعرف معلومات كتير عن الموضوعات دي مع زميلي زي ما عرضوها على حضراتكم في الفقرات الاولى والتانية من البرنامج وحنستنى اراء حضراتكم في الحلقة من خلال مواقع السوشيال ميديا وارقام اللي ظهر على حضراتكم امام الشاشة وقبل ما نطلع فاصل اوجه شكر للإعلام الكبير الاستاذ احمد دهاب رئيس الاكاديمية النصرية للإعلام والتنمية لان هي اللي قتحت لنا الفرصة للظهور اعلميا امام حضراتكم انتظرونا في فقرة مهمة جدا انا وقام الحفناء ومع ضفنا الاستاذ احمد عبداللطيف مؤسس مبادرة سيفي فور كرار ونعرف منه ايه انه هي المشاكل اللي بتواجه الشباب في عمل السيفي ولكن بعد الفاصل كتير من الشباب بيواجه تحديات وصعبات كتير بيحلم انه يحقق احلامه وطموحاته ويوصل للمستقبل اللي بيتمنىه اي شاب بس في ناس كتير بتبقى مش عارفة تبدأ منين وازاي تعمل سيفي كويس وازاي تقدر تتوظف في مكان يستحق قدرتها ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال ضفنا الاستاذ احمد عبداللطيف صاحب مبادرة سيفي فور كرار واللي هيكلمنا اكتر عن الموضوع ده بنرحب بحضرتك معنا فان اهلا بيكو طبعا وبرحب بيكو مفتوح جدا معاكم النهاردة في برنامج في كانت الصحة والجماعي اهلا استاذ احمد استاذ احمد حضرتك في البداية مؤسس مبادرة سيفي فور كرار اللي اطلقتها في 2019 عاوزين نعرف من حضرتك في البداية اهلا استاذ المشاهدين فكرة المبادرة بدأتها ازاي اه فكرة المبادرة بدأتها لما كنت بشوف دايما على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ناس كتير جدا محتاجة حيطة سيفي سواء عشان يقدموا لشغل او يقدموا لتدريب صيفي او يقدموا لتريننج او اي عادي فدايما بتكون البداية عندنا هي حيطة السيفي عشان يبدأ يتواصل به مع الشركات تمام فكنت بشوف ده بشكل كبير جدا منتشر ناس عايزة سيفي وناس عايزة تقدم وحاجات زي كده اه تمام كنت شايف ان الموضوع صعب بالزبط اه كان في مشكلة كبيرة جدا في الموضوع ده فكنت بحاول دايما من خلال اكتونت الشخصي بتاعي ان انا احاول اساعد الناس يعمل سيفي اقيمهول واقول له الاخطاء بتاعته والحاجات دي كلها فبصراحة حسيت ان الموضوع في استجابة كبيرة جدا والناس فعلا محتاجة موضوع زي دوت والناس فعلا بتكلمني كتير جدا عشان ان انا ساعدهم في الموضوع ده تمام لان فيه ناس كتير طبعا ما تعرفش عنه اسيفي اصلا بالزبط يعني اه بالزبط فبحكم ان انا بدرس بيزنس ادنستريشن ودرست الاتش ار واشتغلت شوية فيه فعارف ايه هي المواصفات بتاعت السيفي وازاي السيفي يكون بروفيشنال وازاي لا فليت فيه ناس كتير فعلا محتاجين حتة موضوع السيفي دوت والناس كتير بتبعتلي فقلت ليه ما نكبرش الموضوع ونساعد ناس اكتر ونخليها مبادرة وعشان كده عملت السيفي فور كارير طيب هو فيه حد ساعد حضرتك في الفكرة ولا هي الفكرة جت من خلال متابعة الاكاونت الفيسبوك وكده والله هو انا من خلال ان انا بدأ حتة العرض شوية لزيد يعني بدأت الناس بتكلمني كتير وانا مطلوب من ان انا ارد على الناس دي كلها فلما جيت بدأت اعملت مبادرة كنت طبعا في الاول لوحدي بعد كده بقى معايا تين ناس بتساعدني وهكذا يعني طب هدف حضرتك منها ايه هدف من مبادرة سيفي فور كارير ان انا ساعد مليون شخص انهم اول حاجة يعملوا السيفي بتاعهم بشكل صحيح ثاني حاجة نأهلهم لمهارات سوء العمل انت تساعد الناس تمام ان احنا نأهلهم لمهارات سوء العمل ثالث حاجة كمان ان هم يلاقوا الوظيفة المناسبة لهم يعني من اول السيفي تتأهل المهارات بتاعة سوء العمل وكمان تلاقي الوظيفة المناسبة لك طيب بيبقى في مواصفات معينة لحد حابب يعمل سيفي ايه المواصفات دي حالك ممكن تكلمنا عنها اه بالضبط هو السيفي عمتا المواصفات بتاعته يعني اغلب الناس عارفينها ولكن الفكرة ان احنا بنقع في اخطاء في السيفي فالسيفي اهم حاجة في ان هو يكون منظم يكون الشخص يعمله بنفسه ما يستعنش مثلا بموقع او حد صاحب يعملهله الحاجات دي كلها طبعا اخطاء كبيرة جدا اه بالضبط ما استخدمش الوان كتير في السيفي ما اكتبش حاجات انا محققتهاش ما جيبش حاجات مثلا من على جوجل وحطها في السيفي عشان ازاوده اتبت لسه اقول فيه ناس بتاخد السيفي كوبي بيست وتقوم عاملال كذا شخص طبعا ده يعني اتش قارب بيعرفوا الكلام ده من اول نظرة يعني طبعا بتفرق للجهة اللي هو مقدم لها السيفي اه طبعا بالضبط يعني لما بنشوف حد فعلا بنحس ان هو اه واخد الحاجات دي من على جوجل او الحاجات دي متكررة او كده فلا بتبقى من نقطة مش فصلحة طب حضرتك ايه الفرق بين السيفي والريزيمي اه السيفي والريزيمي وده يعني اسؤال حلو جدا لان فيه ناس كتير فعلا ما تعرفش ايه هو السيفي والريزيمي لسه متخرجين احنا بنعمل حاجة اسمها ريزيمي بالسيفي بس هي الاسف السيفي هي كلمة الشائعة عندنا طيب ايه الفرق بينهم السيفي هو بيكون السيرة الزاتية بتاع الشخص بس بيكون اكتر من صفحة دي اول حاجة اكتر من صفحة اكتر من صفحة تاني حاجة بيكون الشخص عنده خبرات يعني اريدي مثلا اشتغل في شركة واثنين وثلاثة عنده مهارات معينة خد كورسات فلا عنده حاجات كتير او ممكن يضيفها في السيفي عشان يعمل السيفي طبعا لازم يكون عنده كذا حاجة او خد دورات بالضبط فبيكون السيفي بتاعه فيه كذا حاجات كتير ممكن يحطها فيه زي بقى خبرات زي كورسات زي مهارات زي التعليم بتاعه زي الكلام دولات كله تختلف عن واحد تاني لسه متخرج بالضبط انا بقى واحد لسه طالب او واحد لسه متخرج فانا فترة الجامعة بدرس فما عنديش حاجات كتير اعملها وعايز مثلا في سنة تالتة او في سنة تاني يقدم على تدريب فهعمل ايه؟ فلا فبعمل حاجة بقى اسمها ريزيمي ده الحاجة المختصرة بتاعت السيفي النسخة المختصرة منه ودي بتكون صفحة واحدة على الاكثر بنكتب فيها معلومات بسيطة عننا اللي هي بتكون عندنا حتة التعليم والمعلومات الشخصية لو انا خدت كورس معينة او خدت اي حاجة فترة الجامعة بكتبها وبقدم بها عادي ما فيش مشكلة يعني الفرق الريزيمي ده صفحة واحدة السيفي بيكون بشكل مختصر السيفي لا بيكون بشكل تفصيلي اكتر وبيكون الناس اريد عندها خبراتي طيب دلوقتي ازاي انا حابة اعرض نفسي في السيفي بتاعي بشكل محترف لو انا راح اقدم على وظيفة اعمل ده ازاي من خلال السيفي هو زي ما قوله السيفي دوت هو الحاجة اللي بتمثلك قدام الشركة وهو وسيلة التواصل بتاعك قدام الشركة فهو لازم تكون حاجة تعبر عن شخصيتك وتعبر عنك فانا عشان اعمل السيفي عبر عني لا فانا محتاج اعمل السيفي اول حاجة يكون السيفي منظم يكون شكله كويس ما يكونش فيه الوان كتير زي ما قلت من شوية كمان السيفي محتاج ان انا اكتب فيه الحاجات المناسبة للوظيفة ما جيبش اي حاجة مثلا اكتبها وخلص عشان املى السيفي او عشان نحشي لا ده مش حاجة حلوة خالص وكمان ان انا السيفي دوت مش ابعته على اي وظيفة فانا مثلا مجالي في حاجة معينة مثلا في المحاسبة في الادارة في حاجة معينة فانا ببعت على الوظائف بتاعة المجال ده با. طمام. فده مهم جدا يعني. طب في مشاكل واخطاء شائعة طبعا بتقابل الشباب في عمال السي في. بالضبط. اه يعني احنا مشكلتنا برضو ان احنا بنكون مؤهلين جدا للوظيفة وشايفين ان هي بالضبط يعني زي ما قوله كده مناسبة لنا بس ما بنوصلش حتى لمرحلة الانتروفيو. طب الكلام ده تنتج من ايه بقى? ناتج ان احنا عندنا اخطاء في السي في بتاعنا. ايه هي الاخطاء دي? اه. من اهم الاخطاء ديت ان احنا اول حاجة نستخدم فورم او ويب سايت اود السي في الواحد صاحبي يعمل هولي او مكتبة اللي جنبنا. بناخدها كوبي من على جوجل. اه. والكلام دهات كله دي من اكبر الاخطاء طبعا. مش مفضلة تمام بالنسبة الاتش ارز ان انت تعمل كده. طب ما فيه ناس ممكن تقول لك انا عملت كده واحد عمل هولي واحد ساعدني فيه اي حاجة خدته كوبي اي حاجة واشتغلت. ده نسبة قليلة جدا من اللي بيحصل معها كده ده يعني باي لك وبتبقى مسلا مش في مؤسسة كبيرة يعني بيبقى عدة بالصدفة كده بس احنا اللي استندر عندنا. نسبة قليلة خالص وما بتكونش طبعا الوظيفة طبعا اللي تلاقي مسلا. بالزبط بالزبط. اه فعشان كده نرجع لحطة اخطاء السي في مش عايزين نعمل السي في على فورم ولا وبسايت ولا حد يعمله. انا احسن شخص ممكن اتكلم عن نفسي. هممكن اعمل السي في بتاعي. طب بعد ازنا حضرتك في فيديو هنعرض الوقتي. حضرتك ممكن اعرض للاستاذ المشاهدين. طبعا. نحن نساعد الشباب انهم يعملوا السي في بتاعهم بشكل بروفشنا. وعشان كده عملنا سي في فور كارير واللي هدفنا فيها نساعد اكتر من مليون شخص انهم يعملوا السي في بتاعهم بطريقة صحيحة. وكمان يلاقوا الوظيفة المناسبة ليهم وفي خلال الست شهر اللي فاتوا قدرنا ان احنا نساعد اكتر من ستة الاف شخص داخل وخارج مصر انهم يعملوا السي في بتاعهم بطريقة صحيحة لقوا كمان يدقوا الوظيفة المناسبة ليهم بالاضافة اننا نزلنا في اكتر من جامعة عشان نعلم الشباب ازاي يعملوا السي في بتاعهم بالاضافة المجموعة من مهارات سوق العمل فنزلنا جامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وكمان جامعة الازهر بالاضافة البعض الورش التدريبية اللي بنشارك فيها زي في الجامعة الامريكية وبعض مراكز رسالة للتدريب كل ده عشان نوصل لهدفنا ان احنا نساعد مليون شخص انهم يعملو السي في بتاعهم وكمان يدقوا الوظيفة المناسبة ليهم هدفنا في 2020 ان احنا نوصل لمدة الف شخص انهم يعملوا السي في بتاعهم بشكل صحيح وكمان يدقوا الوظيفة المناسبة للكريب بتاعهم وده من خلال جروب سي في فور كرير كومييتي اللي بننزل عليه الوظائف بشكل يومي ولو انت شخص او مؤسسة او حتى نشاط طلابي تقدر تتواصل معنا من خلال البيت سي بي فور كارير او من خلال الواتساب انتظرونا في 2020 وما تنسوش تعملوا لايك وشير للمبادرة ولايك وشير للفيديو عشان نوصل لناس اكتر ونفاعدنا طبعا احنا بعد ما شفنا الفيديو ده يا زين عرفت عليك حضرتك عليه ايه وايه الحاجات المبادرة حضرتك شايف انك حققتها بالفعل اول ما بدأت فيها والله هو ده بالزبط كده حصاد 2019 يعني حصاد الفترة اللي احنا من اول ما بدأنا فيها لحد النهاردة هو ده ان شاء الله ستة 2019 هي مدة صغيرة بس حققت نجاح كبير اه الحمد لله كان فيها تعب كتير بس الحمد لله ربنا اتكرمنا ان احنا ازي ما انا قلت كده في الفيديو النهاردة وصلنا ان احنا مساعدين اكتر من ستة الاف شخص داخل وخارج مصر ان هما يقيموا السبيب بتاعهم او يعملوا من الصف في ناس كمان منهم اللي اشتغلت بعد ما عملوا السبيب بتاعهم كمان بشكل اوفلاين بننزل عملنا ورش تقريبا ساعدنا اكتر من 1500 شخص عن طريق الدورات اللي بننزل نديها سواء في جامعات سواء في مراكز تدريب سواء في الحاجات دي كلها في مهارات بقى السي بي الانتروفيو مهارات سوق العمل كلها بس وهدفنا ان شاء الله الفترة الجاني احنا نكمل ان شاء الله الموضوع يتطور اكتر باذن الله تمام احنا دلوقت عايزين نسأل حضرتك على رسالة حضرتك حابب توجيها للشباب وخطتك ايه الفترة الجاية اول حاجة يعني انا حابب بشكر والدي ووالدتي اول حاجة طمام بنوجه لهم الشكر من خلال برنامج طبعا هم طبعا اللي ساعدوني حتة فكرة العطاء وفكرة طوعة دي هم اللي ربوني عليها فطبعا بشكرهم يعني ربنا يخليهم يا رب يا رب برجح رسالة نفسي قبل ما ارجح رسالة للشباب خليك دايما فاكر ان انت تسعى او ما تكسلش ان انت تسعى لحاجة معينة ربنا مش طالب منك نتائج ربنا مش طالب منك اي حاجة غير ان انت تسعى بس في حاجة معينة تسعى ان انت تشتغل تسعى ان انت تتطور تسعى ان انت تسعى لحاجة معينة بالزبط أستاذ أحمد للأسف وقت فقرتنا خلص أنا بشكرك أستاذ أحمد عبداللاطف مؤسس بشكر حضرتك نورتنا النهاردة وبشكرك وقام وبشكركم مشاهدنا الخرام وبكده فقرتنا الأولى انتهت لكن حلقتنا ما خلصتش انتظرونا في الفقرة التانية مع إسلام النادي ومروح الحسين في حواء مهم جدا مع الدكتور مصطفى يوسري استشارة تغذية العلاجية والعلاج الطبيعي ولكن بعد الفصل موسيقى